اهلا بحضركم رئة العالم الخضراء وسلاح اخضر يحارب التغيرات المناخية منذ السبعينيات وعمود التوازن البيئي تبحث جميع دول العالم هذه الايام على تصنيع تقنيات واليات جديدة تكون صديقة للبيئة وده بعد تسجيل العالم درجات حرارة قياسية اصبح العالم غير قادر على تحملها او حتى موجدها يبحث الجميع سواء مجتمعات نامية او متقدمة على حد سواء عن اليات جديدة لابطاء عملية الاحترار العالمي والتي لو استمرت العالم انه يغض الطرف عنها فالموضوع يلقى مش مجرد ارتفاع في درجات الحرارة فقط بل سيؤدي الامر الى فيضانات وسيول ومضم باكملها ممكن تختفي من على خريطة خالص وعلشان كده لابد من وضع خريطة الطريق تشكل فورة على كل الاشكال التقليدية اللي بنحارب بيها التغيرات المنخية ومن هنا بدأت معظم الدول العالم التركيز على عمليات التشجير وزراعة ما يسمى بشجر المنجروف او الكرم او الشرع اشجار المنجروف او الكرم اصبحت سلاح لتغزين الكربون اشجار الكرم تعتبر مهمة نظرا لانخفاض البصمة الكربونية لزراعتها كمان تكلفة زراعة اشجار الكرم تعتبر بسيطة بالنسبة للاشجار الاخرى شجرة الكرم او المنجروف تنمو بسرعة نسبيا ويمكن زراعتها وزراعة اشجار جديدة منها بسهولة طبعا الوضع ده هيسهم في زيادة قدرتها على انتصاص الكربون من الجو مش بس كده كمان شجرة الكرم تعد واحدة من الاشجار التي تنتص كميات كبيرة من الكربون من الجو في وقت قليل وبسرعة كبيرة يعني اشجار الكرم هتساهم في تقليل كتراكم ثاني اوكسيد الكربون وبالتالي التخفيف من اثار الاحتباس الحرائي اوراق شجرة الكرم حية طوال العام يعني بتبقى خضراء طوال السنة وده هيعزز قدرتها على التمثيل الضوئي وجذب الزرات الكربونية والغزات التفيئة اليها كمان اشجار الكرم هتضيف لمسة جمالية خضراء مستدامة على المناطق التي تتنمو فيها طوال السنة شجرة الكرم تحتوي على نسبة عالية من البين والخلايا الخشبية وكمان لديها جذور قوية وعميقة تساعد في تخزين الكربون بشكل كبير بالطريقة طبيعية وكمان غير مكلفة كمان شجرة الكرم يمكن زرعتها في مجموعة متنوعة من البيئات والطرب وكمان عندها قدرة انها تتحمل ظروف الجفاف والتقلبات المنخية كمان شجرة الكرم عندها قدرة انها تنمو في المياه المالحة وتعمل كمصفاء لتنقية المياه والتخفيف من ملحطها شجرة الكرم تعمل على تحسين طربة المنطقة المحيطة بها وكمان بتدعم النظام البيئي من خلال توفير مأوى وغزاء للكائنات الحية كالقشريات البحرية والأسماك الصغيرة وكمان أخصانها تشكل حاضنا طبيعيا للطيور المهاجرة أشجر المنجروف أو الكرم بتساهم في الحد من عملية تحت الطربة وده بفضل تماسك جزرها وتشعوبها في الطربة اللي بتام فيها يعني الأمواج مهمة كانت شدتها مهما كانت شدتها فالشجرة دي صعب جدا أنها تنجرف وتتم إزلتها الخبير في الطاقة من بستدام والعلوم البيئية قال في حديث لسكاي نيوز أن الكرم من أكثر الأشجار التي تتمتع بقدرة القضاء على الملوسات السائلة في المياه الخبير قال كمان أن الأشجار دي عندها قدرة على حماية البيئة البحرية التي تنمو فيها التحالي وكمان بتحسن من جودة المياه المحيطة والمساعدة على نمو أنواع مختلفة من الشعاب المرجعي إذن الأساليب التقليدية التي تتبعها الدول العظمى لتقليل التغيرات المناخية أصبحت أساليب عقيمة في التعامل مع الأزمة ويجب الآن التحرق وبسرعة لملاحقة التغيرات المناخية قبل أن تكون بفتك البشرية مستمرين مع حضراتكم في التقطات الجديدة على مدار الساعة على تلفزيون اليوم السابع كان معكم محمد جمال وإلى اللقاء اشتركوا في القناة